موسيقى شكرا للكابتن مروى وأكيد كانت هذه التمارين الايروبيك اللي هي طبعا مشابهة لأكسرسايز دانس يعني تمارين الرقص أو الخفة اللي هي تعمل على تنشيط الدورة الدموية وشد العضلات إضافة إلهم التنحيف أو الرشاقة نوعا ما بس هي تشتغل أكثر شي ما بعد الرشاقة ما بعد مرحلة التنحيف على شد الجسم وشد العضلات نعم هو ممكن تقوم بعملية رسم شكل العضلة النحت نعم بالضبط النحت والحصول على شكل وقوام ممشوق وقوام رشيق ومثالي بالنسبة للي مارس الرياضة وبعدها يفكر بعملية خلينا نقول يعني الكمال ويصل مرحلة الكمال في عملية بناء الجسم والحصول على قوام رشيق طبعا مثل ما يقولون دائما أن الموسيقى هي غذاء الروح نعتبر أن الرياضة هي غذاء للجسد والعقل وأيضا الروح صحيح نعم من الإنسان يمارس الرياضة سيتخلص من الكثير من الأمور السلبية بضبط تحول إلى طاقة إيجابية فلذلك الرياضة شي مهم ونحن دائما ما ندعو نمارس الناس لنتمارس الرياضة ممكن نحن مقللين بها بحكم العمل والالتزامات بس يبقى أمر مهم أنا ممارس كرة القدم أحرص دائما ما أمارس حتى وإن كان أسبوعيا أسبوعيا مرة أمرتين حسب المجال أعتبر هذا الشيء تجديد إليه كريستارت أسبوعي بالنسبة إليه وبالنسبة لجسمي وأيضا هي بجانب الآخرين متعة أيضا تعظر من خلال ممارسة الرياضة طبعا ذكرت موضوع الموسيقى وغذاء الروح وأيضا الرياضة اللي هي أيضا تعتبر غذاء إحنا لو سوينا مقارنة ما بين أن أنت تسمع موسيقى ما بين أن أنت تسوي تمارين أكيد يعني اللي يسمع موسيقى لربما تكون مشابهة للفعالية اللي تعطيها الموسيقى أولا التنفيذ عن الغضب إضافة إلى أنه تحصل على مود الرلاكس إضافة إلى يعني هاي الكآبة وهو موضوع الحالة النفسية اللي تهدأ بيها أنت من خلالها إضافة إلى تنشيط الدورة الدموية والجسم ويصير عندك نشاط أنه أنت تعمل وتقدم شيء خلال اليوم هذا موضوع الموسيقى فهي أيضا نفس الشيء يعني تساكني هير يعني نفس الشيء بالرياضة نفس الفعالية فإحنا إذا ما قدرنا نسمع موسيقى ممكن أن نمارس الرياضة ممكن نمارس الموسيقى عفوا مارس الرياضة نسمع الموسيقى في نفس الوقت طيب أوكي يوم أمس طلقت الجولة السادسة عشر فهنا هناك عدة لقاءات أبرز هي لقاء المتصدر فريق الشرطة فريق الشرطة من كثر ما قلنا فريق يقدم عروض مميزة وفريق مثالي وفريق يمتلك كادر تدريبي بجموعة لاعبين يوم أمس تعادل ممكن هذا الأمر كان محبط بالنسبة لجماهير فريق الشرطة يتعادل في ملعب الشعب أمام النجف النجف يعني مع كل الاحترام واتتقديرهم قدموا مبارات مميزة سطاعوا التقدم على فريق الشرطة فريق الشرطة كان في بعض أجزاء المبارات محرج لكن عاد من خلال المبارات وسجل هدف التعادل ممكن التعادل ما كان يغضيهم كفريق الشرطة ما هذا اللي كنا خايفين منه واعتقد أنيك ذكرنا هذا الموضوع بأكثر من حلقة أنه فريق الشرطة دائما ما يبدأ بهالة كبيرة بأداء فوق الجيد دائما يتصدر حتى في المراحل الأولى أو في الجولات الأولى وبعدين يبدأ ممكن أنه يصير فيه هبوط أو يصير فيه تقاعص وتكاسل عن الأداء اللي احنا ما شاهدناه في البداية فهذا اللي دائما ما نشوفه سلبي ونقطة سلبي بالنسبة لفريق الشرطة احنا نتمنى أن يكون هناك صحة جديدة تعيد الحركة من جديد بالنسبة لفريق الشرطة نعم بالنسبة للنجف النجف دائما يقدم مع الشخصيات الكبيرة مع الفرق الكبيرة تحس هو كأنه بأرضه وكأنه بين جمهوره تحس أنه يمتلك هاي الأوراق الرابحة يحسبها إليه فدائما يقدم مع الفرق الكبار بالتأكيد يعني فريق النجف يعتبر من الفرق العريقة في الدور العراقي إلى قاعدة جماهيرية كبيرة في محافظة النجف دائما ما يقدم لاعبين وإلهم تركه وبصمة مميزة في دورين دور العراقي الممتاز وأيضا قدم لاعبين لمنتخباتنا الوطنية يوم أمس تعادل مع الشرطة المتصدر في بغداد أمر إيجابي بالنسبة لفريق النجف وبالنسبة لكادرة تدريب بقيادة المدرب ثار جسام يعني هذا فد شيء إيجابي يحسب إلهم أنه وقفوا بالند أمام المتصدر ورجعوا بنقطة إلى محافظة النجف هذا شيء رح يكون إلى دافع معنوي وإيجابي بالنسبة لمسيراتهم في بقية مراحل الدورية بالضبط مباراة أخرى أكيد حنان يعني كانت في مثلا يعني الكرخ مع أربيل الكرخ في أرضة نعم أيضا في أرضة في ملعبة لكن مفاجأة كانت بالنسبة لأربيل على اعتبار يعني هالفريقين قدماء زدد على الدوري يعني بعد الدوري الدرجة الأولى والتحقوا برحلة ومسيرة الدوري الكروي الممتاز لكن كل ما شاهدنا في البداية من هذا الموسم أن الكرخ هو صاحب الأفضلية في بداية الموسم وأربيل هو اللي يتراجع بحسب ظروفه ووضعه لكن اللي شاهدنا يوم أمس بهذا اللقاء العكس تماما أربيل هو اللي قدم أربيل اللي هو كان المثابر والمصر على أخذ نقطة هي جمالية كرة قدم حنان ماكو توقعات ممكن يعني أقوى الفرق ممكن يجي في مباراة أمام منافس يكون أقل من عنده بالأمور الفنية بالإمكانات على كل النواحي يجي يقدم مباراة أفضل من المرشح واللي الأضواء عليه لذلك يوم أمس فريق أربيل حقق الفوز على الكرخ في بغداد وفي منعب الكرخ ممكن هذا النتيجة كانت مفاجئة بناء على ما قدم الكرخ من انطلاقة الدورة ولحد الجولات الأخيرة ويحتفظ في المركز الثاني بالوصافة خلف الشرطة لذلك كان الأمر مفاجئ بس بالنسبة يعني إذا رجعنا تاريخيا أربيل مو فريق قليل أربيل من الفرق اللي حرصت الدورة العراقية في أكثر من مناسبة أربيل الفريق اللي مثل العراق أيضا في بطلات كيسة الاتحاد الأسيوي لذلك هي نتيجة يعني تكادة تكون منطقية إذا ما رجعنا قليلا إلى التاريخ وإلى اسم أربيل طيب أكيد احنا نتواصل بقراءة كل المباريات اللي كانت يوم أمس الأحد ما عرف شنو اللي ممكن أنه يكون في تغيير لألمود والأجواء مع دورينا على اعتبار أنه كل المباريات كانت مهمة مثل ممكن أنه احنا حتى نربط تفاصيل جميلة ومميزة بدورينا وبحديثنا اللي نتحدث به عن الجولة 16 ومباريات يوم أمس لنأخذ استراحة قصيرة مع هدف جميل من دورنا نشاهد ونعود جوية نفط الوسط وكان ند لفريق القوة الجوية وكان أقرب للفوس في تلك المباراة لو للهدف اللي سجل بالخطأ في مرمى نبيل عباس كان ممكن نفط الوسط وأنا محاولة لهدف أول بول لنفط الوسط البدين 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 علي سعد علي سعد يجنب السعد لراضي علي سعد يجنب السعد لراضي شليشل بهدف أول في هذه المباراة بديل ناجح لراضي بديل لناجح لراضي علي سعد أول أهداف مع نفط الوسط علي سعد لاحظ الرأسية غير مراقب علي سعد يضحى علي سار حارس المرمى